المهم جدا ان احنا ندخل في الكواليسي والمواطنين كمان عارفين دور الهلال الاحمر المصري تمام افندي مانا اوضح بس جمعية الهلال الاحمر المصري جمعية وطنية بتعمل في مجال ادارة الازمات والكوارث منذ اكثر من 100 عام هي اقدم جمعية في مصر واقدم جمعية في الشرق الاوسط بتعمل في هذا المجال تصدفها جهاز مساند للسلطات العامة بتعمل من خلال 27 فرع لها اكثر من 30 الف متطوع لان العمل التطوعي هو اساس عمل جمعية الهلال الاحمر المصري الخدمات اللي بيقدمها الهلال الاحمر المصري هي خدمات للانسانية بمجموعة من المحاول كبيرة جدا خدمات الصحية بنمتلك مستشفيات بنقوم بعدد من القوافل الطبية عندنا مخازن استراتيجية مزودة بالمواد الاغاسية عشان نقدر نساعد ضحايا الازمات والكوارث اللي بيكونوا محتاجين عندنا مجموعات عمل للدعم النفس الاجتماعي عندنا مجموعات عمل للتوعية الصحية عندنا مجموعة من جنوك الدم بنقدر نساعد بيها لحالة الازمات والكوارث الكبيرة عندنا اسطول من السيارات لتخصصات مختلفة بيقدر نقوم بتقديم عمليات الاسعافات الاولية عملات الدعم النفس الاجتماعي التأمينات للفعاليات والاحداث المهمة اللي بتحصل في مصر بالإضافة طبعا لنحن بنخدم جميع فئات الدولة عندنا في مجموعة من اللاجئين والمهاجرين اللي موجودين في مصر طبعا جنوك الدم الأحمر المصري بيكون بتقديم مجموعة من الخدمات كثيرة للسادة المهاجرين والناجئين لأن الدولة المصرية الدولة الوحيدة تقريبا في العالم اللي بتعامل للناجئين والمهاجرين زي المجتمع المصري بنقدم لهم خدمات صحية توعية صحية بنساعد برضو في دور المسلمين ودور الأنتام وكنا من أوائل الجمعيات في مصر لأيام أزمة كورونا قدرنا أن نقدم خدمات داخل دور المسلمين من عملية تعقيم وتطهير وزعنا شرط الحماية الشخصية وحتى دور الأيتام وأخيرا قمنا بتطعيم الإنفروانزة الموسمية لدور المسلمين حيث أنهم من أكثر الناس عرضة وإحنا كنا خايفين برضو عليهم وقمنا بمجموعة من القوافل الطبية استهدفت أكثر من عشرين محافظة ولسه مستمرين الغرض من الموضوع دوت هو طبعا ترسيخ موضوع أن الكورونا لسه موجودة أننا محتاجين يبقى فيه تباعد اجتماعي بنوزع أدوات الحماية الشخصية بنوزع المسكات وبنقوم طبعا بعلاج الناس اللي عندهم زي الأمراض المزمنة بنقوم برضو بتسيل الموضوع عليهم ونقرب لهم الدور حد عندهم أنا عرفت كمان إلى جانب المساعدات والخدمات اللي بتقدموها للمواطنين في كل مكان من غير بلغات بتكونوا موجودين أن فيه جزء من التوعية كمان وانتم بتقبلون تمام في جميع الخدمات اللي بيعملها هلال أحمر المصري أثناء الأزمات والكوارث أو أثناء حتى القوافل الطبية أو أثناء الدعم النفس الاجتماعي ونقوم بعمليات توعية صحية طول الوقت في جميع خدماتنا عشان نفكر للناس طبعا إن كورونا لسه موجودة أن احنا نحن 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 نجد فيه تباعد اجتماعي الإجرار الإحترازية عبارة عن إيه إزاي تتعامل بطريقة أو بشكل سليم كل دوت احنا مستمرين في تقديمه في جميع خدمات يعني أي خدمة بتقوم بتقديمها بيبدأي ما مصاحبة لها عمليات التوعية الصحية بالإضافة طبعا إلى توزيع المواد الغذائية أو المواد الإغاثية أو حتى المواد الخاصة بيع بالنظافة الشخصية زي الكحول وزي الهندجل والحاجات دي كلها على طبعا الناس اللي هي بتبقى محتاجة أو الناس اللي ما تعرفش توش الحاجات دي سهولة أو برضو في بعض الناس بما تعرفش برضو حاجة اسمها إنها تتمارس العادات الصحية السليمة احنا بنعلمهم إزاي يخسي لديهم بشكل كويس أو بشكل فعال دا في بيوتهم بتروحولهم في بيوت تعلموهم ولا بيوت قافل زي دار المسلمين والكلام دا كله تعلموهم ازاي يعني طرق الوقاية بصي على حسب القافلة بتاعتنا طالعة ازاي لو احنا نزلين دور المسلمين بها في دور المسلمين لو احنا زيب قافلة طبية في مركز طبي او نزلين في أماكن تجمع برضو بنعلمهم الحاجات دي لما قمنا مع عمليات تنظيم صرف المعاشات بالتعاون مع وزارة ضمن الاجتماعي اللي بتساعدنا كتير احنا طبعا بيبقى الناس كده كده موجودة عشان بتبقى عايزة تتلقى خدمة الخدمة اللي هي موجودة ديات أثناءها بنعود برضو نعلم الناس ونسقف الناس